صاحبه نصب عليه في تحويشة عمره وقال له هباع لك الشقة وهدي فلوسها لعيالك وخد منه مليون وتسعمية ألف جنيه وخسر تحويشة عمره كلها وعايش في حالة صدمة كبيرة ايه اللي حصل للفنان الكبير صبري عبد المنعم اتصدر الفنان صبري عبد المنعم الترند على السوشيال ميديا بعد ما تعرض لعملات نصب كبيرة ضيعت منه تحويشة العمر كله والصدمة هنا للفنان صبري عبد المنعم مش انه تعرض للنصب والسرقة بس لأ صدمته كانت في صاحبه اللي عمل فيه كل ده وضيع له تحويشة عمره ونصب عليه بعد ما امنله على تحويشة عمره لكن صاحبه اتجرد من ضميره وقرر انه ينصب عليه وضيع للفنان صبري عبد المنعم كل تحويشة عمره اللي جماعها على مدار سنين طويلة وضيعها منه في غمضة عين فيترى ايه اللي حصل للفنان صبري عبد المنعم وازاي صاحبه عمل فيه كده تعالوا نحكي الحكاية من اولها الفنان صابري عبد المنعم من الفنانين اللي ليهم تاريخ طويل في العمل الفني وموثل مصري حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المصرحية بدأ مسارته الفنية في السبعينات لكن وقتها ما كانشو ظهوره بكل القوة لكن في التمانينات قدر يظهر في أعمال درامية كتير اتعرف من خلالها وتعرف بأعمال فنية زي الشهد والدموع رقفة الهجان حديث الصباح والمساء سوق العصر أبرا عيدة وغيرهم الفنان صابري عبد المنعم متجوز بنت الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم وعند ولد وبنت هم كل حياته ولما صابري عبد المنعم بدأ يتعب ويجي له زهايمر من وقت للتاني فكر ازاي يأمن مستقبلهم بكل اللي جامعه من أعماله الفنية طول السنين اللي فاتت وطلب من صاحبه اللي يعرفه بقاله سنين طويلة انه يبيع الشقة عشان عياله ياخده الفلوس بتاعتها ويدي له عقود الشقة لكن يتفاجئ بعدها ان صاحبه خد كل الفلوس وبيقول صابري عبد المنعم وهو بيحكي عن عملية النصب اللي اتعرض لها اللي النصب علي واحد أعرفه من عشر سنين وبنقعد مع بعض جد قلت له عايزة بيع الشقة دي تحويشت خمسين سنة شغل وعشان عيالي ياخده الفلوس عملت عملية في القلب وكنت تعبان وبيجي للزهايمر من فترة للتانية جالي بعدها باسبوعين وقال لي جبت لك مشتري للشقة وديت له عقود الشقة وهو شخص من الوسط بس الكارير بتاعه مختلف ومش هقدر اكشف شخصيته عشان فيه تحقيقات وانا عمري ما خنت حد ولا عدت فلوس وراحت ازلت معاهم البنك وكان الشيك بالدولار وقالولي اسأل بعد 45 يوم رحت ولقيت التوكيل بتاع المشتري مكتوب باسم واحدة مش واحد اللي انا مضيت عليه وروحت معاهم وانا في حالة مزرية وتعبان جدا ومخدتش ولا جنيه وطبعا عملية النصب اللي اتعرض لها الفنان صابري عبد المنعم خلته في حالة صدمة فكل تحويشة العمر اللي كان شغيلها لعياله راحت كلها ومن مين؟ من صاحبه اللي امين له على فلوسه كلها وقدم صابري بلاغ اتهم فيه صاحبة شركة مقاولات وشخص تاني بالنصب عليه في مبلغ مليون وتسعمية ألف جنيه وفعلا بدأت النيابة تحقيقاتها وامرت بحبس صاحبة شركة المقاولات وشخص تاني بتهمة النصب على الفنان صابري عبد المنعم في مبلغ مليون وتسعمية ألف جنيه وكشفت التحقيقات ان صاحبة شركة المقاولات كتب تشيك بستة وتلاتين ألف دولار لكن الفنان صابري عبد المنعم اتفاجئ بعد تسليم الشقة من الشركة فان صاحبة شركة المقاولات نصبت عليه بعد ما عملها توكيل ببيع الشقة وانها ما عندهاش حساب وبالتالي ما قدرش يصرف المبلغ اللي اتفق معيها عليه والحد دلوقتي بيتم التحقيق معيها هي والشخص اللي رافض صابري يقول اسمه عشان التحقيقات وفانتظار حقه يرجع له فيترى حق صابري عبد المنعم هيرجع له ولا لا